هم الراحمون هم الغافرون وهم الماكرون المكر مظهر من مظاهر إدارة هذا الوجود والمكر قانون من قوانين تنظيم مسيرة الإنسان ماذا نقرأ في مثل هذه الأيام في دعاء أبي حمزة الثمالي في أوائله إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك في الآية الرابعة والخمسين من سورة آل عمران ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين فلابد من ماكرين مكرهم خير حتى يقايس الباري مكره بمكرهم وإلا لا معنى لمقايسة مكر الباري بماكرين خيرين لا وجود له أو بماكرين خيرين من أمثالنا حينما نريد أن نمكر بنية الخير على سبيل المثال أو أن يقايس مكره بمكر الشيطان وأعوانه لا معنى لهذه المقايسات أبدا كل ذلك فيه إخلال بالحكمة وإخلال بالبلاغة وإخلال بالمنطق السليم فلابد من ماكرين مكرهم خير مثل ما قلت قبل قليل المكر هنا من قوانين إدارة هذا الوجود والمكر هنا من قوانين تنظيم مسيرة الإنسان قوانين التوفيق والخذلان هي من مصاديق قانون المكر الإله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين هذا في الآية الرابعة والخمسين من سورة آل عمران وفي سورة الأنفال في الآية الثلاثين من سورة الأنفال وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الباري سبحانه وتعالى لا يقارن مكره بمكرهم ما قيمة مكرهم والله خير الماكرين خير يعني أخير يعني هناك ماكرون أخيار وهو الأخير منهم كلمة خير هي صيغة تفضيل في أصلها أخيار وللتخفيف ولكثرة الاستعمال قيل خير فحين يقال خير الغافرين يعني في الأصل يعني أخيار الغافرين وحين يقال خير الماكرين يعني أخيار الماكرين فلا بد أن الماكرين هنا على خير وفي خير وهذا المعنى لا يتجلى إلا فيهم المقارن هنا بينه سبحانه وتعالى وبين أعلى مراتب خلقه خلقه الأعلى الذي أرجع إليه كل الخلق إياب الخلق إليكم هكذا نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا العاشر إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وهم الحاكمون كما في الآية السابعة والثمانين من سورة الأعراف هم الحاكمون وما المكر إلا قانون من قوانين حكمهم هم الحاكمون في الآية السابعة والثمانين من سورة الأعراف وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين الآية في سياق قصة النبي شعيب لا أريد الحديث عن الآيات فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين هو خير الحاكمين فلا بد من حاكمين موجودين على أرض الواقع هم الذين يذكرهم دعاء الاستئذان في زيارة السرداب الشريف وفي زيارة أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فماذا نقرأ في دعاء الاستئذان هذا وأنا أقرأ من مفاتيح الجنان الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان فالبالي سبحانه وتعالى يقايس حاكميته بحاكميتهم لا بسائر الحكام ما قيمة سائر الحكام تلاحظون هذه التعابير وهذه الصيخ موجودة على طول القرآن الكريم الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان أعود إلى سورة الأعراف وفي الآية السابعة والثمانين فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين هذا الوصف يتردد في العديد من آيات الكتاب الكريم هنا في الآية السابعة والثمانين من سورة الأعراف وفي الآية التاسعة بعد المئة في سورة يونس واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكم الخطاب إلى رسول الله والخطاب إلى رسول الله هو خطاب للأمة فإن القرآن نزل كما يقولونهم بإياك أعني واسمعي يا جار واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكم هناك حاكمون حقيقيون هؤلاء الذين أشار إليهم دعاء الاستئذان الشريف الذي اقتطفت لكم منه عبارة قبل قليل وفي سورة يوسف في الآية الثمانين فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم كبير أولاد يعقوب في قصة يوسف وبنيامين والتفاصيل التي تعرفونها لا أريد أن أقف عند الآيات إلى أن تقول الآية فلن أبرح الأرض كبير أبناء يعقوب يقول فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم ابن نبي وهذه المعاني يتعلمها من بيت النبوة الله خير الحاكم هناك حاكمون حقيقيون أولئك الذين تحدثت عنهم الأدعية والزيارات بكل التفاصيل وهم المنزلون المنزلون الذين ينزلون الفيط الذين ينزلون الكائنات مراتبها الذين ينزلون الناس منازلهم هم المنزلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى سورة المؤمنون الآية التاسعة والعشرون من سورة المؤمنون وقل ربي أنزلني منزلاً مباركاً وأن تخير المنزلين فهم الذين ينزلون الأنبياء منازلهم المباركاً وأن تخير المنزلين هم المنزلون محمد وآل محمد وقل ربي أنزلني منزلاً مباركاً وأن تخير المنزلين وهم الفاتحون كما في سورة الأعراف في الآية التاسعة والثمانين وسع ربنا كل شيء علماً على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأن تخير الفاتحين الآيات في قصة شعيب في سورة الأعراف ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأن تخير الفاتحين هناك فاتحون الله سبحانه وتعالى يقارن فتحه بفتحهم وأن تخير الفاتحين فهم الحاكمون وهم المنزلون وهم الفاتحون وهم الناصرون في الآية الخمسين بعد المئة من سورة آل عمران بل الله مولاكم وهو خير الناصرين هناك ناصرون يا محمد يا علي يا علي يا محمد كما في أدعية الفرج اكفيانا فإنكما كافيا وانصرانا فإنكما ناصران تلاحظون هذه المعاني موجودة في القرآن هؤلاء الذين يشككون في هذه الأدعية لا فقه لهم ولا خبرة لهم بأسرار معارف الكتاب والعترة يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيانا فإنكما كافيا وانصرانا فإنكما ناصران بل الله مولاكم وهو خير الناصرين هناك ناصرون سبحانه وتعالى يصفهم بهذا الوصف ويصف نفسه بأنه خير الناصرين لأنه هو الذي أسبغ عليهم ما أسبغ من فضله ومن نعمته التي لا حدود لها التي لا يعرفها إلا الله وهم لا يعرفك يا علي إلا الله وأنا بل الله مولاكم وهو خير الناصرين وهم الفاصلون كل شيء بأيديهم يا أبو الخلق إليكم وحسابهم عليكم هم الفاصلون في الحساب وليس الحديث عن حساب يوم القيامة وإنما الحساب منذ بداية الوجود وإلى ما شاء الله هم الفاصلون كما في الآية السابعة والخمسين من سورة الأنعام قل قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين هناك فاصلون والغيرهم إن الحكم إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين هؤلاء هم 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 العالون هم الخالدون العالمون الراسخون المطهرون العابدون اللاعنون الراحمون الراحمون الغافرون الماكرون الحاكمون المنزلون الفاتحون الناصرون الفاصلون في سورة المؤمنون في سورة المؤمنون وفي الآية الرابعة بعد العاشرة في قصة خلق الإنسان ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين هناك خالقون وإلا لا معنى لمقايسة الله سبحانه وتعالى بكائنات لا وجود لها فهل أن الله سبحانه وتعالى حين قال فتبارك الله أحسن الخالقين قارن نفسه بكائنات لا وجود لها بعدم هذا الكلام منطقي أم قارن نفسه بنجار يصنع كرسيا أو ببناء يبني بيتا ويقال لهذا الفعل ربما على ألسنة الناس بأن هذا نجار خلاق إذا كان مبدعا في مهنته وصنعته ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ولا حتى لما صدر عن عيسى النبي فإن ذلك لا قيمة له حتى يقايس الله سبحانه وتعالى خالقيته بخالقية عيسى وإنما جاء ذكر عيسى مثالا كي يقرب لنا هذا المعنى جاء في سورة آل عمران في الآية التاسعة والأربعين في الآية التاسعة والأربعين من سورة آل عمران عيسى يقول لبني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله إلى آخر الآية فعيسى النبي يقول أني أخلق فهو خالق كيف نصفه نصفه بصيغة فاعل خالق حين يقول عيسى أني أخلق فهو خالق من الذي يخلق الخالق هو الذي يخلق صيغة فاعل وفي سورة المائدة في سورة المائدة الله سبحانه وتعالى في الآية العاشرة بعد المائة يخاطب عيسى إذ قال الله يا عيسى بن مريم إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إلى أن تقول الآية تنقل لنا خطاب الله لعيسى وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني هنا الباري سبحانه وتعالى يصفه بأنه خالق هو تحدث عن نفسه في الآية التاسعة والأربعين من سورة آل عمران وتحدث عن نفسه من أنه هو يخلق هو خالق وهنا الباري سبحانه وتعالى يخاطب عيسى في الآية العاشرة بعد المائة وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني تخلق أنت خالق يا عيسى ولكن الباري سبحانه وتعالى لا يقايس خالقيته بخالقية عيسى وإنما جاء بخالقية عيسى مثالا هنا الحديث عن خالقية الإسم الأعظم وخالقية الإسم الأعظم لا يمكن أن تقايس لا بخالقية عيسى ولا بغيره مقايستها مع خالقية الله سبحانه وتعالى بل خالقية الإسم الأعظم هي خالقية الله الله سبحانه وتعالى خلق الإسم الأعظم فجعله خالقا ولذلك الإسم الأعظم منه تجلت كل المخلوقات وباسمك الأعظم 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 الأجل الأكرم الذي خلقته هو خلقه ولكنه جعله خالقا الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك وإنما الكائنات خرجت من ظلال الإسم الإسم الأعظم فعيسى بخالقيته المحدودة هو يتحدث عن نفسه بأنه خالق والباري سبحانه وتعالى يقرر هذا المعنى له من أنه خالق وإذ تخلق أنت يا عيسى الذي يخلق هو الخالق وهذا خطاب من الله يخاطب عيسى وإذ تخلق أنت يا عيسى فعيسى خالق ولكن بحدود عيسى سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون فتبارك الله أحسن الخالقين هؤلاء الخالقون الذين هم في أعلى الدرجات في أعلى المراتب الإسم الأعظم بكل جلاله وجماله تجلى فيهم في العالم الأرضي تجلى في محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في سورة الصافات إذا ما ذهبنا إلى سورة الصافات في سورة الصافات وفي الآية الخامسة والعشرين بعد المئة أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين في قصة إلياس في الآية الثالثة والعشرين بعد المئة من سورة الصافات وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا بعلا هو الصنم الذي كانوا يعبدونه أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين فتبارك الله أحسن الخالقين فهناك خالقون والخالقون هم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهم الرازقون أيضا فإن بعد الخالق يأتي الرزق نحن عندنا في الروايات وفي الأحاديث عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يستحب للوالد للوالد إذا ما وعد أطفاله بشيء أن يفي بوعده لماذا لأن الأطفال هكذا يعتقدون هكذا ينظرون هكذا ينظرون إلى آبائهم من أنهم يرزقونهم ولذا يستحب للآباء إذا ما وعدوا أطفالهم بشيء بشيء من طعام من شراب من لعب من ثياب من أي شيء يحبه الأطفال يستحب لهم هناك تأكيد على أن يفوا لأولادهم بما وعدوهم لماذا لأن الأطفال ينظرون إلى آبائهم من أنهم يرزقونهم يعتقدون أن مصدر الرزق هو هذا الكائن أبوه وبعد الخلق يأتي الرزق إذا ما ذهبنا إلى سورة المائدة إذا ما ذهبنا إلى سورة المائدة وفي الآية الرابعة بعد العاشرة بعد المائة في قصة مائدة الحواريين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وارزقنا هذا هو دعاء المسيح وارزقنا وأنت خير الرازقين هناك رازقون فإن الله سبحانه وتعالى لا يقايس رازقيته برازقية لأطفال وعائلتي ولا يقايس رازقيته برازقية الدول والملوك لأتباعهم ورعاياهم ولكن هناك رازقون رازقون حقيقيون هو منحهم القدرة على هذه الرازقية هناك نظام واضح في الأوصاف وفي التعابير صيغة فاعل جمع المذكر السالم نفس هذه المجموعات ونفس هذه الكائنات هي هي ابتدأنا من العالين وصلنا إلى الرازقين وارزقنا وأنت خير الرازقين والرزق لا حدود له الرزق ليس له من نوع الرزق هو الفيض بكل مراتبه في الآية الثامنة والخمسين من سورة الحج والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا هذا الوصف يتردد والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزق أنهم الله رزق حسنا وإن الله له خير الرازقين هذه الآية الثامنة والخمسون من سورة الحج وفي الآية الثانية والسبعين من سورة المؤمنون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وفي سورة سبع في الآية التاسعة والثلاثين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين وفي آخر آية من سورة الجمعة وهي الآية الحادية بعد العاشرة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين نذهب إلى فاصل وبعد الفاصل أعود إليكم